موسيقى نبدأ جولتنا مع صحيفة الوئام السعودية التي عنوانت نظارة شمسية تتحول لمحطة توليد طاقة للهواتف الذكية ابتكر باحثون ألمان نظارة شمسية يمكن الاستفادة منها كمحطة شحن للهاتف الذكي بفضل تزويدها بخلايا ضوئية مرنة وزود الباحثون هذه الخلايا بمعالج دقيق وشاشتين ومصدر كهربائي لعرض شدة الإضاءة الشمسية ودرجة الحرارة المحيطة لتخزين الطاقة المستمدة من ضوء الشمس واستخدامها لشحن الهاتف الذكي وإلى صحيفة الايام البحرينية التي عنوانت وظيفة شاغرة براتب مليون دولار في الصين بدأت الصين رحلة بحث للعثور على عالم خارق يمكنه قيادة مشروع أكبر تليسكوب راديوي في العالم يسعى إلى البحث عن أي حياة خارج كوكب الأرض وذلك براتب سنوي يصل إلى مليون دولار ووضعت الصين مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في الشخص الذي سيشغل المنصب أهمها أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن عشرين سنة صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانت اليوم روسيا تطور صاروخا فائقا يفكر ويتخذ القرارات بنفسه أشار موقع آي بي تايمز البريطاني إلى أن روسيا تقوم بالعمل على تطوير نوع جديد من الصواريخ تعتمد على الدكاء الاصطناعي سوف يكون لها القدرة على اتخاذ القرارات وتحديدها بنفسها دون تدخل يد بشرية في الموضوع صحيفة القبس الكويتية عنوانت طباعة ثلاثية الأبعاد تحيي أعمال فنية قديمة يقوم مصنع أو مصنع صغير في شمال الصين بإنتاج نسخ لأعمال فنية تعود إلى آلاف السنين بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد حيث يتفرغ ذلك المصنع لإنتاج نسخ مطابقة للأصل لتماثيل صغيرة تعود إلى العاصمة التاريخية السابقة الشيان الشهيرة بجدرانها العائدة إلى القرون الوسطى وضريح الإمبراطور الصيني الأول وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت جراحة روبوتية لعلاج سرطان البلوستات ابتكر جراح بريطاني يدعى كريستوفر أوكدين تقنية تطيح استخدام جراحة روبوتية ثورية لعلاج سرطان البلوستات وقد عالج بها بنجاح أكثر من 2500 رجل ويتحكم الجراح بذراعي الروبوت من خلال وحدة تحكم موجودة بجانب طاولة العمليات وتوزيل هذه التقنية مخاطر أي أخطاء جراحية ناجمة عن اهتزاز يد الجراح البشري ترجمة نانسي قنقر